واستعداداً لما هو أصعب في المرحلة المقبلة أقر النائب عن اتلاف دولة القانون محمد الصيهود بخطأ توقعاتهم بشأن الخراب في مؤسسات الدولة مبيناً أن تركة التي ورثها محمد شيع السوداني أكبر بكثير مما كنا نتصوره الصيهود قال أن توقعات كانت مرهونة بمرحلة حكومة القاضمة لكن بعد أن أصبحنا في قلب الحدث وجدنا أن الخراب يكمن في مفاصل الدولة جميعها أبرزها الأمنية والصحية والكهرباء وأضاف أن هناك عملاً دؤوباً يجب أن يقوم به وزراء حكومة السوداني بالتوازي مع عمل رئيس الوزراء للبدء بخطوات إنهاء الفساد الإداري والمالي والانطلاق بشكل أفضل نحو تقديم الخدمات للمواطنين